موسيقى إن كنت من هوات الرماية واقتناء الأسلحة وبلغت الواحد والعشرين من العمر فستبدأ رحلتك في محال لبيع الأسلحة إشكال وأنواع عديدة ما بين البنادق والمسدسات ولوازمها من رصاص وبيت حافظ للسلاح وملابس خاصة للصيد يحقل كل مواطن أردو فوق 21 سنة مع رقم وطني يمتلك موسدسين أو بارودتين الإجراء بيجي بنقل قطعة سواء كانت موسدس أو بارودة بتفحقها نعطي فاتورة بتوجه للمدرية بيقدم في معملة الترخيص خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع تكون أموره جاهزة وبحكم معها بتواصلوا معها بيسلموا قطعة السلاح بدورهم يرى قانونيون أن أنذية الرماية مهمة بكافة مناطق المملكة بحيث تكون الاشتراكات ضمن الأسعار المعقولة الأمر الذي يساهم في تفريغ طاقات الشباب وانخفاض نسب الجريمة في حال تم ضبط هذا السلاح هي العقوبة تكون حبس ثلاثة شهور مع الغرامة ألف دينار أو الجمع بين العقوبتين بذات الوقت وبذات الوقت تتوفر أماكن لهواة الرماية والتي تطبق قواعد السلامة العامة المتعلقة بهذه الرياضة للشبان والشابات وبإشراف مدربين أكفاء ميادين للرمي بالمسدسات وميادين للرمي بالبنادق سواء أكانت أهدافا ثابتة أم أطباقا طائرة التركيز وضبط الأعصاب والدقة سمات يجمعها الرام النبيل وذلك ضمن الأماكن والقواعد المعدة للرماية فلا ضررات ولا ضرار رام العيسى رؤية بعد أن شاهدنا هذا التقرير نسمع الكثير عن القبض على أشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة ومن هنا ننظر إلى حيازة الأسلحة في الأردن وما هي القوانين وكيف يمكن للشخص أن يقتني سلاحا مرخصا للمزيد ينضم إلينا في الأستوديو الزميل رامي العيسى أهلا بك رامي أهلا بك معاذ سعد صباحك وسعد صباح كافة مشاهدين رؤية لبرنامج أخبار السابعة صباحك سعيد رامي ملاحظاتك خلال إعداد هذا التقرير ما هي أبرز الملاحظات التي رصدتها خلال إعداد هذا التقرير من نواحي المواطنين وأيضا من نواحي السياسية ونواحي القوانين نعم معاذ بداية قانون الأسلحة والذخائر منذ تأسيس الدولة الأردنية منذ عام 1924 تم إصدار أول قانون الأسلحة والذخائر أي إبان إمارة شرق الأردن منذ تأسيس الدولة فهذا الأمر وأمر هام جدا لدى المشرع الأردني إلى أن وصلنا إلى اليوم قانون الأسلحة والذخائر القانونيون الذين التقيناهم معاذ والسادة المشاهدين تحدثوا عن آلية استخدام السلاح وليس عن الاقتناء والحمل الذي أتى به المشرع الأردني في أكثر من قانون ونظام قانون فهناك على سبيل المثال تقريب المثل يمكنك أن تقطع رخصة قيادة مركبة وسيارة ولكن القانون لا يشترط عليك أن تشتري سيارة وتقتنية أما بالنسبة للسلاح وهذا ضمن القواعد القانونية التي أقرها المشرع الأردني يجب عليك أن تذهب إلى محل بيع الأسلحة وأن تشتري السلاح ومن ثم أن تقطع رخصة اقتناء سلاح أو حمل السلاح حسب القانون والغاية المراد لها ولكن لا يعرف بائع هذا السلاح ولا يعرف الجهة المرخصة لهذا السلاح إذا كنت على مقدرة ومعرفة لاستخدام هذا السلاح يعني من هنا نفتح باب بأنه لا يوجد هناك تدريب أو أي شهادة لممارسة هذا الأمر يمكنك أن تقتني سلاح نوم ثم أن تقوم بترخيصه نعم وهذا ما يطلب القانونيون هنا في الأردن ويطالبون المشرع الأردني أيضا بأن يكون هناك رخصة لسهولة استخدام السلاح ورخصة لآلية وتعلم استخدام السلاح بشكل عام نعم طيب بالانتقال إلى موضوع مهم جدا خلال سبعة شهور الماضية كان هناك إحصائية عن عدد الأسلحة التي تم ضبطها في الأردن من أسلحة مرخصة تم إطلاق النار فيها بطريقة عشوائية أو في غير محلها ومن أسلحة غير مرخصة كم بلغت هذه الإحصائية التي ضبطت من قبل الأمن العام؟ نتحدث معاذ عن دراسة أطلقتها إدارة الأمن العام خلال شهر تموز الماضي من هذا العام 1371 قطعة سلاح غير مرخص تم ضبطها من قبل مدرية الأمن العام وهناك أيضا رقم موحد لهذه المدرية وهو 0790196196 وذلك للإبلاغ والتبليغ عن حالات الغير مشروعة لإطلاق العيارات النارية سواء في المناسبات وغيرها ويجب على المواطن أن يعرف على أن عدم معرفة استخدام السلاح واستخدامه في أماكن غير مرخصة وغير ضمن قواعد القانونية يعرض للمسائلة القانونية وهو خطر على المجتمع فبالتالي ترخيص السلاح ومعرفة كيفية استخدام السلاح وأين يحمي المجتمع كما الفرد ومقتني السلاح نعم طيب رامي نعود بشكل سريع إلى التدريب ما قبل إعطاء رخصة الاقتناء اليوم في الأردن لا يوجد سوى ناديين يقومان بتدريب المواطنين أو حتى لإطلاق النار فيهما يمكن أن تذهب إلى هؤلاء وهذين الناديين لتقوم بإطلاق النار هل تعتقد بأن هناك ثغرات يجب إحداثها أو إغلاقها في القانون ثغرات يجب أن يقوم المشرع بالنظر إليها؟ نعم الشبان والشابات الذين التقينهم خلال إعداد هذا التقرير الذي شاهدناه قبل قليل تطرق إلى موضوع زيادة عدد نوادي الرماية في الأردن في أكثر من محافظة بحيث يكون هناك طريقة مرخصة سهلة وذات مبلغ مالي بسيط لكي يتم استعمال المسدس والبندقية في هذه النوادي هي هواية رائعة جدا ومحببة لدى مختلف الفئات العمرية ولذلك المشرعون والشبان وهوون الرماية دائما يتطرقون ويطالبون بفتح نوادي للرماية بشكل أكبر معاد نعم طيب أخيرا ماذا تحتاج هذه الهواية؟ لربما إذا تحدثنا عنها هواية من أخذها كهواية كالصيادين وأيضا كمن يريد أن يقتني السلاح ونحن مع اقتناء السلاح بأن يكون مرخصا لأسباب عدة منها بأن يتم تنظيم هذا الأمر ماذا تحتاج هذه الهواية في حال أخذها الشخص كهواية؟ وأخيرا ما هي النصائح أيضا رامي التي استقيتموها من الشارع ومن تجار الأسلحة والقانونين؟ نعم النصائح وما استمزجنا من تجار الأسلحة والمواطنين معاذ والسادة المشاهدين بداية أن يكون الأمر ضمن الضوابط القانونية سواء باقتناء مسدسين أو قطعتين من باروتين يعني بنادق للصيد وهذا حسب القانون الأردني بالإضافة لأن يكون هناك أندية للرماية بالإضافة لأن يكون هناك أسعار محددة وبمتناول الجميع لتتم ممارسة هذه الهواية بشكل عام نعم شكرا جزيلا لك رامي هذه أول مرة تكون معنا في أخبار السابعة وإن شاء الله ليست الأخيرة كل مرة سنكون في متابعة لمواضيع عدة وسنكون معك في قادم الأيام وضروري نحكي لك كل عام وأنت بخير اليوم عيد ميلادك وكل عام وأنت بألف خير أيضا وهو عيد ميلاد زميل معاذ شكرا لك وشكرا لأستاذ المشاهدين أيضا أهلا بك رامي شكرا جزيلا لك شكرا لك